بسم الله الرحمن الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين السكر موضوع مهم جدا يستحق أكثر من حلقة فعلا دي الحلقة الثالثة اللي بنكلم فيها على السكر بس قبل ما ابتدي في الأسئلة اللي الناس بعاتتها ألخصلكوا الحلقتين اللي فاتوا ما هو تعريف السكر ما هي مضاعفات السكر ما هو السكر أنواعه ايه باختصار شديد جدا السكر مرض بيصيب عدد كبير جدا من البشر جدا هو الضغط يعني أقولك الضغط مثلا 30% يعني كل ثلاثة ماشيين في الشارع في واحد عنده ضغط نخيل مرض زي ده يبقى ازاي منتشر عشان كده الأبحاث في الضغط والسكر أبحاث عظيمة جدا لأن المادة موجودة المرضى موجودين مش حاجة ندرة أقوم يبقى أبحاثها قليلة إحنا أول حاجة في البحث بنعملها في كل الطب لما دي واحد بحث أقوله مثلا شوف مثلا تأثير الدواء الفلاني على وضاء في الكلة كويس يقول لي الدواء ده كم واحد عايخدوه أقول له مليون يقول لي أعمله أعمل البحث دول حيلاقي المادة إنما في الدواء بيتكتب كل خمس تشور العيان يقول لي ده نعقد عشر سين يشتغل في البحث ده يعني رسال الدكتوراه أما يكون المادة موجودة بتبقى سهل مادة الضغط السكر مادة موجودة المرضى كتير جدا عشان كده أكثر أبحاث في العالم مش عندنا في العالم أبحاث طبية عن الضغط السكر أبحاث شديدة جدا السكر باختصار بنلخص نوعين فيه النوع الأول ده مرض مناعي الأجسام المضادة الجهاز المناعي جتر على أجسام مضادة تهاجم الخلايا المسؤولة عن عمل الإنسولين تهاجم الخلايا المسؤولة عن عمل الإنسولين فتفسدها يبقى ما عندوش إنسولين يبقى مفيش علاج غير الإنسولين مفيش غير كده هياخده بحقاً هنعمل بعد جدا اختراع هنحط له خلايا جزعية ملاش دعوة بس المهم انه ياخد إنسولين فيه نوع بين أول والتاني برضو مش هنتكلم عنه النوع التاني الإنسولين موجود طبيعي وقد يكون قد يكون أكتر من الطبيعي لكن الجسم مش شايفه فيه حاجة اسمها مستقبلات إنسولين هو مش شايف الإنسولين وبالتالي يبقى سكر وحياة الإنسولين مش موجود ده باختصار كده قلنا مضعفات السكر مرة اللي فاتت مهمة جداً أهمها غيبوبة السكر أهم حاجة غيبوبة السكر إما نقص سكر وإما ظهور أسيتون وإما ظهور لاكتك أسد أو يكون المريض عنده سكر وعلي فجأة فشد الميا من الخلايا اللي احنا نسميها الإزموزية يعني غيبوبة إزموزية هي ندرة لكن موجودة وبنشوفها أو نمر خمسة أن يكون مريض سكر لكن عنده غيبوبة من حاجة تاني خالص فيضلل للدكتور مثال واحد عنده سكر وكل حاجة وبياخد العلاج لكن عنده غيبوبة كبيدي من حاش علاقة عنده سكر وبياخد العلاج كل حاجة وعنده فشل كلوي وعنده غيبوبة حادثة عربية نزيف في المخ كل ده يبقى عنده سكر دي مهمة لأن ساعات الدكتور يضل يمشي بسكة الأربع غيبوبات بتوقع السكر وهو مش كده خالص ده باختصار قلنا قلنا برضو حاجة مهمة في الحلقات اللي فاتت قلنا إن مضاعفات سكر بتوقع على جهازين شداد جدا الجهاز الدوري الأوعية الدموية والأعصاب الطرفية الأعصاب الطرفية الأعصاب الطرفية الأعصاب الطرفية يتعمل له لتهاب أطراف في الأطراف الأعصاب تنميل والجهاز ما توقع من رجله والأوعية الدموية ضيق في الأوعية الدموية نستكمل إن شاء الله بعد الفاصل